دكتور مصطفى لو اتكلمنا احنا عايزين ايه من المجتمع ده نقول ايه شوف خليني اخد من كلامي برضو دكتور عمر واقول لحضرتك كل قرار اقتصادي ليه انعكاس على المجتمع وانعكاسه على المجتمع ده ساعات ما بيقاش مرضي لكل الناس ولكن التوجه والارادة السياسية في تنفيذ القرار ده اكيد شايفين ان احنا بنحرك البلد لتحسن في بيئة الاعمال بيئة الاعمال يبقى احنا عايزين ندور لازم يكون في زيادة في التشغيل يعني نقل المعدلات البطالة دي امرا واحد اتنين هاخد برضو من الكلام زميالي الدكتور عمرو حضرتك توطين للصناعة توطين الصناعة هي تكون منهجة خالب بيه يعني ايه يعني احنا في خلال خمس سنين هكون الصناعة دي هو الهدف الاستراتيجي للدولة نسخر كل امكانات الدولة مثلا زي صناعة العربيات ونبتدي ندي بيئة اعلامية للمجتمع المصري ان احنا ده توجهنا خلال الفترة اللي جاي او ان احنا عايزين النهاردة نحد من حركة الاستراد علشان نوفر العملة الصعبة عشان الحادة ما تغلاش فيكون استبدالنا بالمنتج المصري هو ده الامور الملتقى الاقتصادي ده او المؤتمر ده هيكون ان شاء الله ليه مخرجات حيث تكون سريعة التنفيذ على الارض الواقع يعني لازم يكون مجلس النواب هيكون شاف القوانين او الصعوبات اللي هي في قدرة التنفيذ للمشروعات دي ولازم يكون فيه جلسات سريعة ليه يعني زي ما بيقولوا ازلت كل القوانين او الصعوبات في القوانين اللي هي بتعوق المستثمر وانا في وجهة نظري ان المستثمر المصري اهم المستثمر الاجنبي ليه لان المستثمر المصري قاعد معاي خليه ياخد هو من خير البلد وهو اللي بيجيب المستثمر الاجنبي مش كده وهو اللي هيسعى يجيب واحد من بره علشان يجي يشارك معاه النقاط بالنسبالي زي ما حضرتك تفضلت لاستثمر مهم جدا خلال الفترة اللي جاي ويريت نسعى ان احنا نوطن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهي الصغر لما تدي حضرتك فرصة لمتناهي الصغر ده اللي هي الفرد او الفردين او الاسرة هيبقى المجتمع كله مجتمع عامل ده صدقني هيزود انتاجيتك ده صدقني هيقل من التحديات المجتمعية لحضرتك بتشوفها في الشارع بس لازم فيه تخطيط ولازم رجال الاعمال يكونوا مع الدولة فيه يدم بيد في خلق فرص عمل يعني ما ينفعش واحد صاحب مصنع عنده شركة بالمليارات او مصنع بالمليارات ومش محتاج مكونات الا ما ياخدها من مصنع صغير فيساهم فيه ان احنا نشوف مصانع متناهيات الصغر زي ما هنشوف مدارس فعلا تعلم التعليم الفني وانتدي نصدر التعليم الفني ده للخارج عارف حضرتك شبكة الوضع الاقتصادي ده كلها لازم تكون خارجة من الملتقى الاقتصادي ده ليه؟ لازم كلها تطلع من المؤتمر بالضبط علشان يكون في اتفاق ما بين القيادة السياسية وما بين مطالب رجال الاعمال ولازم ينفذوا احنا سخرنا لكل امور اتفضلوا احنا جاهزين احنا معكم